اشتركوا في القناة 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 هنحاول ناخد عالدرس ده 13 مثال اول 6 مثال منهم اكمل كل فكرتنا في حصة النهاردة انك لما تشوف شكل رباعي دائري يعني شكل رباعي مرسوم داخل دائرة تحط الخاص في دماغك الخاصيتين اللي هنستخدمه النهاردة ان كل زاويتين متقابلتين مجموح 180 خاصية تانية لو عندك زاوية خارجة بتسوي الزاوية الداخلة المقابلة للمجاورة لها هما الفكرتين دول اللي هنحل عليهم بكل المسال نبدأ باول مسال الشكل الاول مديك دائرة فيها الف دال يوازي به جيم وزاوية دال بمية وعشرة المطلوب الاول عايز زاوية دال زاوية بهم مباشرة انت عندك الف بي جيم دال ده شكل رباعي دائري هو مش كتبوه لك في المعطيات بس انت طالما شفت ان كل الرؤوس موجودة على الدائرة تعرف ان هو شكل رباعي دائري من غير ما يكتب لك في المعطيات خلاص فكل زاويتين متقابلتين متكاملتين زاوية دال وزاوية بي مجموح من مية وثمانين دال عندنا مية وعشرة تطرحها من مية وثمانين ايبا بجيلك زاوية بي هده تساوي سبعين ايبا قياس زاوية بي هده تساوي سبعين مباشرة مطلوب التاني عايزين زاوية ألف ده اقدر اجيبها من التوازي التوازي ده عامل تداخل عامل لك حرف يوم زاويتين المتداخلتين اللي هم زاوية ألف وزاوية بيه التداخل الزاويتين بيكون مجموح من مية وثمانين عندك زاوية بيه بسبعين هتطرحها من مية وثمانين ايبا بجيلك مية وعشرة بقياد زاوية ألف جبناها من التداخل هتساوي مية وعشرة المثال التاني اديك دايرة مركزها مين زاوية جيم بمية وثلاثين عايزين قياس زاوية مين طيب زاوية مين اللي عايزين هدي زاوية مركزية في زاوية أخت هنا اللي هزاوية ألف زاوية ألف محطية هم الاثنين مشتركين في قص واحد اللي هو بهدال اعلقت المحطية بالمركزية المحطية نص المركزية او العكس المركزية ضعف المحطية احنا هنقدر نجيب زاوية ألف هجيبها من الشكل الرباع الدائري فين هو اللي هو ألف بجيم دا دا شكل رباع دائري عشان كل رؤوس موجودة عالدائرة انفحش تقول عالشكل دا رباع دائري ان مين مش موجود عالدائرة المهم كل زاوية مين متقابلين متكاملين زاوية جيم بصدها زاوية ألف دول مجموح 180 عندك جيم ب130 هتطرحها من 180 إبقى بجيه لخمسين آلف المحطية خمسين وميم المركزية هتكون ضعفها هتساوي مرتين خمسين وخمسين هيساوي مية بقيات زاوة ميم المركزية تساوي مية درجة طيب المثال التالت ده هنعمل فيه معادلات مديك آلف بي جيم دا لشكل ربع دائري من غير ما يكتب لك في المعطيات انت شايفه مرسوم داخل الدائرة بشكل ربع دائري زاوة آلف ب110 زاوة جيم اسمها سين زايد 30 زاوة دا اسمها 4 صاد وزاوة دال اسمها 5 صاد عايزين قيمة السين والصاد طيب نستخدم خاص الشكل الربعي كل زاوة متقابلين متكاملتين زاوة آلف ب110 عشان تجيب زاوة جيم ترح من 180 180 نقص 110 ببقيه لك 70 زاوة جيم ب70 اسمها سين زايد 30 إبقى ساوي سين زايد 30 بال70 اللي احنا جبناها بتعملها معادلة ودي التلاتين الناحة التانية بعكس الإشارة إبقى سين بتساوي 70 نقص 30 هتساوي 40 إبقى قيمة السين ب40 حتى لو جمعت 40 زايد 30 هتديك السبعي إبقى أول مطلوب سين بتساوي 40 مطلوب التانية عايزين صاد كل زاوتين متقابلتين متكاملتين زاوة ب وزاوة دال مجموح 180 باسمها 4 صاد وده الاسمها 5 صاد هجمعهم وساويهم ب180 إبقى المعادلة التانية أقوله 4 صاد زايد 5 صاد دول مجموحهم 180 عشان متقابلتين هتجمع 4 صاد وخمسة صاد 9 صاد ونسويهم ب180 أقسم هنا على التسعة وهنا على التسعة 180 على التسعة فيها العشرين بقيمة صاد العيزة بتساوي عشرين ندخل في السؤال الرابع السؤال الرابع أكمل وبرضو هنعمل فيه معادلة مديك دائرة مركزها ميم قياس زاوة ميم اسمها 2 صاد وزاوة جيم برضو اسمها 2 صاد بيقول لي عايزين قياس زاوة ألف طب في الأول ألف محطية وميم مركزية المحطية نص المركزية المركزية اسمها 2 صاد المحطية نصها يبقى تساوي صاد الخطوة الثانية هستخدم الشكل الربع الدائري اللي هو ألف بيه جيم دا كل زاواتين متقابلتين متكاملتين زاوة جيم وزاوة ألف مجموحهم 180 درجة جيم اسمها 2 صاد وآلف اسمها صاد هجمعهم وساوهم ب180 بل معادلة اللي هنعملها أقول له 2 سين زائد سين هتساوي 180 درجة لو جمعت 2 سين وسين 30 هتساوي 180 هكسم هنا على 3 وهنا على 3 180 على 3 فيها الستين بقيمة سين بستين ألف كان اسمها سين يعني ألف هتساوي 60 درجة البقية الزاوة ألف اللي هنعملها بتساوي 60 السؤال الخامس دا الزاوة الخارجة عندك ألف به جيم دا لشكل ربع دائري زاوة جيم ب70 زاوة دا للخارجة هنا ب80 أول مطلوب عايز زاوة واو ألف دا عايزين زاوة ألف الخارجة هنا الزاوة الخارجة بتساوي الزاوة الداخلة المقابلة للمجاورة لها هات اللي جرها في الأول اللي جرها على طول ألف امشي قصاد ألف هتلاقي زاوة جيم يبقى زاوة ألف اللي بره هتساوي زاوة جيم جيم ب70 يبقى ألف اللي بره دي برضو ب70 دون ب10 مطلوب الثاني عايزين زاوة ألف به دال برضو زاوة خارجة دي زاوة خارجة بتساوي زاوة داخلة أنهي زاوة داخلة المقابلة للمجاورة لها هات اللي جرها الأول اللي جرها على طول ب امشي قصاد ب هتلاقي زاوة دال يبقى زاود به الخارجة بتساوي زاود دال ما عندي ناتزاود دال تقدر تجيبها من الزاوة المستقيمة قالب دال هيه دي زاوة مستقيمة زاوة المستقيمة 180 عندك منها 80 يبقى بجيلك فيها 100 الداخلة ب100 يبقى الخارجة برضو ب100 أي زاوة خارجة بتساوي الزاوة الداخلة المقابلة للمجاورة لا يبقى زاوة قالب به دال بتساوي 100 درجة اخر من السالف الاكمل وده سؤال حال مديك في معطى واحد مديك الف بي جي مدال ده متوازل اضلاء لو باللون الازرق طالما متوازل اضلاء خلي خواص متوازل اضلاء في دماغة احنا هنا شغلا على الزوايا تهمنا خاصيتين بس في متوازل اضلاء ان كل زواتين متتاليين مجموح 180 اي زواتين جنب بعض مجموح 180 زي بيه وجي او زي بيه والف او الف ودال او دال وجين كل زي بيه جنب بعض بيكون مجموح 180 الخاصية التانية اللي هتنفعنا في متوازل اضلاء ان كل زي بيه متقابلتين متساوين في القياس زاوية جين بصادها زاوية الف هيكونوا متساوين زاوية بيه بصادها زاوية دال كلها برضو هيكونوا متساوين احنا قلنا خاصة المتوازل انها تنفعنا كمان شوية المهم مديك زاوية بيه بمئة وعشرة اول مطلوب عايز زاوية هيه دال جين عايز زاوية دال اللي هنا طيب غير المتوازل اللي هو متدهلك عندك معطا تاني بس هو مش كاتبه عندك شكل رباع دائري اللي هو دال هيه بيه جين الشكل دا كده ما كانش كاتبه في المعطيات انا بتكرر هو مش لازم يكتبوه لك في المعطيات طالما انت شوفته داخل الداري بشكل رباعي دائري كل زاوية متقابلين متكاملين بيه بمئة وعشرة يبدل تكملها هتساوي سبعي يبقية زاوية هيه دال جين هتساوي سبعي المطلوب الثاني عايزين زاوية الف هيه دال الف هيه دال عايزين زاوية هيه اللي هنا دي زاوية هيه خارج عن الشكل الرباعي بتساوي زاوية داخلها المقابلة للمجاورة لها هدي زاوية هيه هات اللي جارها على طول اللي جارها على طول زاوية هيه امشي قصود زاوية هيه هتلاقي زاوية جين يبقى زاوية هيه اللي بره هتساوي زاوية جين ما عندنا الجين هجيبها منين هجيبها من المتوازي في المتوازي كل زاويةين جنب بعض بيكون مجموح 180 به بمئة وعشرة يبقى زاوية جين هتساوي سبعين بتطرح من 180 الداخلها سبعين يبقى الخارجة برضو سبعين الزاوة الخارجة بتساوي الزاوية الداخلية بألف هيهدال بتساوي 70 درج آخر مطلوب عايزين زاوة ألف وده مباشرة برضو هجبها من المتوازن ألف تقابل الجين كل زاواتين متقابلين في المتوازن متساون في القياس جين ب70 يبأ ألف برضو ب70 بقياس زاوة ألف هتساوي 70 درجة نفس المثال ده هناخده في آخر الحصة لكن هنحله به البرهار كده خلصنا مسال الأكمل تعال ندخل في مسائل البرهار السؤال السابع وده في معطية بيديك دايرة فيها قياس زاوة جين ب70 وزاوة ألف دال ب زاوة دال الصغيرة اللي فوق دي ب30 مش بيديك معطيات تاني بيقول لي أوجد قياس زاوة ألف به دال عايزين زاوة به الصغيرة اللي هنا دي انت ملاحظ ان انت عندك شكل رباعي مرسوم داخل الدارة بشكل رباعي دائري طبق عليه الخواص على طول كل زاواتين متقابلتين متكاملتين زي زاوة جيم وزاوة ألف دول مجموح 180 جيم ب70 ألف تكملها تساوي 110 كده أقدر أجيب زاوة به اللي أنا عايزة من مجموح زاوة المسلس مسلسال به دال هجمع 110 و30 و140 وترحم من 180 بباجيلي 40 الشكل الرباعي ما كانش كتبهلي في المعطيات أنا شايفه مرسوم داخل الدارة بشكل رباعي دائري وبطبق عليه الخواصل ما نجي نكتبها خطوطين بس هبدأ بالشكل الرباعي لو اسمه ألف به جيم دال أقوله بما أنه ألف به جيم دال ده شكل رباعي دائري أفهم منه إيه؟ من كل زاويتين متقابلتين متكاملتين اللي هم ألف وجيم إذن قياس زاوية ألف زاية جيم يساوي 180 جيم عندنا بسبعين عشان نجيب ألف هترحم من 180 إذن قياس زاوية ألف هتساوي 180 ناغل سبعين هتساوي 110 بزاوية ألف بمئة وعشرة هنجيب زاوية به من مجموع زاوية المسلس بما أن مجموع زاوية المسلس ألف به دال هتساوي 180 درجة إذن قياس زاوية به اللي احنا عايزينها اللي اسمها ألف به دال هتساوي 180 ناغلس وأجمع أجمع الزاوتين اللي عندنا 110 زاية 30 دول بمئة واربعين ترحم من 180 يببغيلة 40 درجة بزاوية ألف به دال بتساوي أربعين نطل في السؤال الثامن السؤال الثامن مش مرسوم أنت لها ترسم وتحله تعاني جراء الأول ونرسم بيقول لي ألف به قطرة في الدائرة ميم بيهرسم دائرة ميم وارسم فيها قطر في الأول هنرسم أي دائرة والدائرة دي هوصل فيها قطر طبعا القطر لازم يمر به المركز القطر اسمه ألف به يببه هكتب هنا ألف وهنا به والدائرة مركزها ميم قياس زاوية به ألف جيم بخمسة وستين درجة به ألف جيم أكيد جيم موجودة على الدائرة شعرفني كمان إن هو بيقول لي دال تنتمل قوس به جيم يعني إحنا عندنا قوس اسمه به جيم إببه جيم موجودة على الدائرة قياس زاوية به ألف جيم بخمسة وستين درجة فين الزاوية دي؟ اسمها بيه ألف جيم إببه لازم أوصل ألف به جيم عشان تكمل معايا الزاوية ميدك زاوية به ألف جيم بخمسة وستين درجة دال ينتمل قوس به جيم قادر قوس به جيم هنحط عنده نقطة ونسميها دال دال ينتمل قوس به جيم كده خلصنا رسم مطلوب الأول عايز قياس زاوية ألف جيم ب ألف جيم ب إببه لازم توصل جيم بب ومطلوب ده مباشر على طول إنت عندك ألف بقطر وزاوية جيم دي زاوية محطية مرسومة في نص دائرة قياسها تسعين أي زاوية محطية مرسومة في نص دائرة قياسها تسعين نكتبها إزاي؟ أقول له بما أن ألف بقطر إزا قياس زاوية جيم المحطية بتسعين مباشرة بما أن ألف بقطر إزا قياس زاوية جيم اللي هي ألف جيم ب بتسعين درجة ممكن قصودها كده تكتب له محطية مرسومة في نص دائرة طبعا ما تكتبش نص نص دائرة نحن مش جاعدين على المصطقة في نص دائرة المطلوب التاني عايز قياس زاوية جيم دال ب جيم دال ب يعني هوصل جيم بدال ودال بب هو عايز زاوية جيم دال ب اللي هي زاوية دال زاوية دال هنجيبها منين؟ نحن كده كقولنا شكل رباع دائري اللي هو ألف ب دال جيم كل رؤوس موجودة على الدائرة بشكل رباع دائري كل الزاوية متقابلتين متكاملتين دال و ألف مجموحهم 180 ألف عندنا ب65 دال هتترحم من 180 ببقيلك 115 مما تكتبها تقوله عندنا شكل رباع دائري إذن ألف زايد دال 180 تمعنا الشكل ألف ب دال جيم دا شكل رباع دائري زاوتين اللوكسات بعض لهم زاوية ألف زايد دال مجموحهم 180 كان مديك ألف ب65 عشان تجيب دال تطرح من 180 دال هتساوي 180 ناوز 65 هتساوي 115 ندخل في السؤال التاسع السؤال التاسع دا فكر تجربها من المثال اللي فات عندك معطيين معطي العول مديك دائرة فيها به جيم قطر أول ما تشوف قطر دور على زاوية محطية مرسومة في نص دال لا زاود به دال جيم الزاو دي تعرف إنها 90 المعطى التاني مديك إن القوس ألف ب يسوي القوس ألف دال أقواص متساوية تستنتج إن الأوطار بتاعتك متساوية الوطر ألف بي يسوي الوطر ألف دال يعني مسلس متساوية ساقي المطلوب الأول عايز قياس زاوية جيم زاوية جيم تقدر تجيبها من المثلس بي هجيم دال من المثلس دال هو كم يديك معطي نتزاوية بيه الصغار اللي هنا بعشرين وبه جيم قطر بي هجيم قطر زاوية دال المحطية هتساوي تسعين كده أقدر أجيب زاوية جيم المجموع زاوية المثلس وتجمع التسعين والعشرين اللي كان مديها لك وتطرحهم من مئة وتمانين تسعين وعشرين مئة وعشر إبقى زاوية جيم ده هتساوي سبعين تعني اكتبها هبدأ بالقطر اللي هو بيه جيم بما أن بيه جيم قطر قطر إبقى عندك زاوية محطية مرسومة في نص دال إلي زاوية دال اسمع بيه دال جيم هتلاقوا قصادها الكطر إذن قياس زاوية بيه دال جيم المحطية هتساوي تسعين ضرر زاوية جيم هنجبها من مجموع زاوية المثلس اللي هو المثلس بيه جيم ده بما أن مجموع زاوية المثلس بيه جيم ده هتساوي مئة وتمانين إذن قياس زاوية جيم اللي احنا عايزينها بتساوي مئة وتمانين ناجس وأجمع اللي عندي تسعين زايد عشرين دول بمئة وعشرة تراحهم من مئة وتمانين يبقى بيه لك سبعين بقيات زاوية جين بسبعين المطلوب الثاني عايز زاوية ألف بي دال عايزين زاوية بيه الصغير اللي هنا طيب اهو كم يديك ان الاقواص متساوية استنتج ان الاوطار متساوية يعني المثلث ده متساوية ساقين الساقين اللي هم ألف بيه وألف دال القاعدة تحتك به دال بس زاويتين اللي صابعت زاوية بيه وزاوية دال ما عندناش ولا زاوية في المثلث أقدر أجيب زاوية ألف هجيبها منين من الشكل الرباعي الدائري ألف بيه جين دال شكل رباعي دائري هو مش كاتب لك في المعطيات لكن انت شايفه مرسوم داخل الدائري بهو شكل رباعي دائري كل زاويتين متقابلين متكاملين زاوية جين بسبعين ألف تكملها تسوي مية وعشر كده نقدر نجيب زاوية بيه من المثلث هطرح المية وعشرة من المية وتمانين واكسمهم على الاثنين مية وتمانين حوش مية وعشرة بيه بيهي لك سبعين هتجسمها على الاثنين يبهي هنا خمسة وتلاتين وهنا برضو خمسة وتلاتين تعاني اكتبها من اللي يحلل للمثال اللي يحلل لك المثال الأول الشكل الرباعي الدائري وبعد كده الأقواص المتساوية تعاني نبدأ بالشكل الرباعي الدائري ألف زاية جيم مية وتمانين عندنا جيم بسبعين أو إحنا جبناه عشان تجيب قياس زاوية ألف هتطرح مية وتمانين ناقو السبعين هتسوي مية وعشرة بزاوية ألف مية وعشرة خطوة تانية أقول له عندنا أقواص متساوية إذن الأبطار متساوية بما أن القوس ألف بيه يساوي القوس ألف دال إذن الوطر ألف بيه يساوي الوطر ألف دال يعني المثلث متساوية ثقيم فين الزاوتين اللي يساويه بعض زاوية بيه وزاوية دال بالتلات حروف ألف بيه دال وألف دال بيه إذن بيه زاوية ألف بيه دال اللي احنا عايزينا ساوي قياس زاوية ألف دال بيه هتطرح من مية وتمانين 180 ناقص 110 واقسم على 2 180 ناقص 110 70 70 على الاتنين فيها 35 يبقى بيه ب35 وده البرده ب35 ندخل في السؤال العاشر السؤال العاشر هقول لك فكرته هصيبك تحله بنفسك فكرته غريبة خالص من المثال اللي فات هو الزيادة بس ان احنا هنعمل عمل تعالي جراء الأول قامت ديك دائرة مركزها من فيها ألف بيه قطر قياس زويد جيم ب140 والوطر جيم داد يسوي الوطر جيم بيه دي المعطيات اللي عندك وعلى طول تلاحظ ان عندك شكل ربع دائري الو ألف بيه جيم داد ده شكل ربع داد أول مطلوب عايز قياس زويد ألف دون باشر على طول هنجبه من الشكل ربع دائري كل زويدين متقابلتين متكاملتين جيم ب140 ألف هتكملها هتساوي أربعين بل مطلوب الأول مباشر جبناه من الشكل ربع دائري المطلوب التاني هو اللي هنعمل فيه عمل عايز قياس زويد ألف دائل جيم عايز زاوي دائل كلها عشان تجيب الزويد دي ممكن تعمل عمل وممكن ما تعملش بس العمل هتكون أسهل شوه في الحال فين العمل اللي أنا هرسمه هوصل دائل بيه لاحظ الزويد اللي احنا كنا عايزينها هتجسمت حتتين زاوي الدائل هنا وزاوي الدائل الصغيرة اللي في المسلس ليه أنا وصلت العمل ده عشان احنا عندنا زاوي ألف دائل بيه دي زاويد محطية مرسومة في منص دائرة ايبقى قياسها على طول تسعين ألف بيه قطر ايبقى زاويد ألف دائل بيه محطية مرسومة في نص دائرة قياسها تسعين دارد كده اجبناه اول حتة من الزويد اللي نحن عايزينه ف Pastel meld بيه زاوي ديم دائل بيه وهارجبها منين لنه؟ هارجبها من المسلس المسلس دائل بيه الصغير اللي ههنا سابعة. ثلاث متساوصقين يبقى فيه زاوتين متساوين. زاوية دال وزاوية بان. عندك الرأس بمئة واربعين. هتتراحى من مئة وتمانين وتكسم على الاتنين. مئة وتمانين حوش مئة واربعين يبقى باجي لك اربعين. هتكسم على الاتنين يبقى فاضلك هنا عشرين وهنا عشرين. كده خلصت. زاوية الف دال جيم اللي انت عايزها فيها هاتتين. زاوب تسعين وزاوب عشرين. هتجمعهم مع بعض. تسعين زايد عشرين يبقى سوا مية وعشرة. بقالب دال جيم كلها مية وعشرة. لما تجي تحل المطلوب الاول ده مباشر. اللي هو زاوية الف. هتجيبها من الشكل الربع الدائري. المطلوب التاني هتعمل عمل. هتقول له نرسم دال به. هتجيب زاوية دال. دي زاوة محطية مرسومة في نص دال. قياسة تسعين. وزاوية دال الصغيرة اللي من هنا هتجيبها المثلث متساوي السقين. هسيبك تحلة وندخل في السؤال رقم حداشر. خلاص فضل لنا اخر تلات مسال. تلاحظ ان المسال كلها ممتعة. المهم. سؤال رقم حداشر. يديك فيه معطيين. يديك زاوية جيم به اللي برا هنا بخمسة وتمانين. وميديك قياس القوس الف به بمية وعشر. عايز منا زاوية جيم دال ب. عايز زاوية دال الصغيرة اللي من هنا. طيب. زاوية جيم به دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي. اللي هو الف به جيم ده. ده شكل رباعي دائري. من غير ما يكتب في المعطيات انت عارف ان هو شكل رباع دائري عشان مرسوم داخل الدائر. زاوية به دي خارجة عنه. الزاوة الخارجة بتسوية زاوية داخلة. انهي زاوية داخلة. المقابلة للمجاورة لها. زاوية به اللي برا هات اللي جارها الاول. اللي جارها على طول زاوية به. امشي قصود زاوية به هتلاقي زاوية دال. زاوية دال كلها. اللي هي جيم دال الف. يبقى زاود بها الخارجة هتسوي زاود ده. بها بخمسة وتمانين. يبقى زاود دال كلها خمسة وتمانين. طب انا عايز زاود دال اللي هنا بس. يبقى لازم اطرح الزاوة دي. هجيبها منين الزاوة دي. استخدم القوس اللي هو من الدولة. ادي القياس القوس البه بمية وعشرة. القوس ده في زاوة محطية مقابلة لي. اللي هي زاود دال اللي احنا عايزين نطرحها. لهي اسمها الف دال با. القوس بتاحها الف با. القوس بمية وعشرة فى زاوة المحطية بتسوي نص القوس. نص المية وعشرة بيسوي خمسة وخمسين. يبقى زاود ال بال با لك عشان محطية بتسوي نص الكوس. هتسوي خمسة وخمسين. واشنوا ان دال كلها خمسة وتمانين. يبقى اطرحه. خمسة وتمانين اوcot하고 ايضافة تلاتين. يبقى زاوة جيم دال به اللي احنا عايزينها بتساوي تلاتين خطوطين تبدأ بالشكل الرباع وتقول له انه زاوة دي خارجة خطوة تانية القصل اللي مده لك ده هتجيب منه زاوة الف دال به تعال نكتبها في الاول نقول له ان احنا عندنا شكل رباع دائري بما انه الف بيه جيم دال ده شكل رباع دائري مرة ده نستخدم الزاوة الخارجة الزاوة الخارجة اسمها جيم بيه ه اذا قياس زاوة جيم بيه ه الخارجة هتساوي مين? هتساوي الزاوة الداخلة المقابلة المجورة لها اللي هي زاوة دال اللي هي الف دال جيم ساوي قياس الف دال جيم كل واحدة فيهم بخمسة وتمانين زي ما الخارجة خمسة وتمانين زاوة دال كلها برضو خمسة وتمانين الخطوة التانية هقول له عندنا زاوة محطية اللي هي الف دال به القوس المقابل لها الف به اعلقة المحطية بالقوس بتساوي نص بما ان قياس زاوية الف دال بيه المحطية دي بتسوي نص القصة المقابل الي هو البي هتكسم مية وعشر على اتنين فيها الخامسة وخمسين بازوت البيه اللي من هنا دي بتساوي خمسة وخمسين زاوية للي احنا عايزينا اللي هي جين دال بي هتطرح خمسة وتمانين نقص خمسة وخمسين هتساوي تلاتين. ازا قياس زاوي جين دال بي هتساوي 85 ناقص 55 بتساوي 30 درجة ندخل في السؤال قبل الأخير سؤال رقم 12 وده هجراه لك واسيبه تحل لوحديك في شبه من المثال اللي فيه عندك زاويتين زاويت آلف بها الخارجة هنا بمية وزاويت دال آلف جي زاويت آلف اللي هنا باربعين بيقول لي إثبت إن قياس القوس آلف دال يسوي قياس القوس دال جي والله عشان أثبت إن الأقواص متساوية لازم نثبت في الأول إن الأوطار بتاعتها متساوية يعني أعتبر عايزين نثبت إن المثالث ده متساوص سقي فلازم أجيب زاويتين يسوي بعض اللي هم آلف و جي طب أثبت المثالث متساوص سقين إزاي عندك شكل ربع دائري اللي هو آلف به جيم ده ده شكل ربع دائري زاويت بيه خارجة عنه ليه آلف بي ه الزاوية الخارجة بتساو زاوية داخلها هتساو أنه زاوية هتساو زاو الدال المقابلة للمجاورة لا الأقصاد اللي جارة الخارجة 100 إبا الداخلها برضو ب100 كده تقدر تستخدم مجموع زاوية المثالث 100 زايد 40 140 تتراح من 180 إبا بجي لك 40 فعلا في زاويتين ساوهم بعض إبا المثالث متساوص سقين السقين اللي هم آلف دال وده الجين السقين دول عبارة عن أوطار في الدائرة أوطارك متساوية إذن الأقواص متساوية هتبدأ بالخارجة هتقوله بتساو الداخلها بعد كده من مجموع زاوية المثالث هتلاقي إن المثالث متساوص سقين فلما وطر يساو وطر يبقوص يساوي قوص أسيبك تحلة وندخل في السؤال الأخير المثال الآخر معانا شبه السؤال السادس في الأكمل بالظبط هو هو نفس الشكل لكن في السؤال السادس كان مديك زوايا أنا مش مديني زوايا مديك معطى واحد بس مديك إن ألف بجيم دال ده متوازن أضلاء وفي معطى تاني هو مش كتبه لك إن ألف بجيم ه اللي هو الشكل ده ده شكل رباعي دائر بأن تعتبر عندك معطين عندك المتوازن الأضلاء ده كان كتبه لك وده شكل رباعي مرسوم داخل دائر بشكل رباعي دائر المطلوب اللي عايزه عايز يثبت إن الضي لعجيم دال يساوي الضي لعجيم ه عايز يثبت إن الضي لعندو lakesبع يعني أعتبر عايز يثبت إن المسالة جيم دالها متساوي الصقيم فأنا لازم أجيب زوتين يساوي بعض لهم زوتين القعدة لها زوت دال وزوتين لو قدرت تثبت إن الضيوتين دول متساويين يبطة ضلعين متساويين ازاي يثبت الزواتين متساوين هم خطوطين كل معطا هتستنتج منه خطوة نبدأ مثلا بالمتوازي نقولنا من خاص المتوازي كل الزواتين متقابلتين متساوين في القياس زاوية دال جسدها زاوية بي الزواتين المتقابلين في المتوازي متساوين تبقى زاوية دال بتساوي زاوية بي ده الخطوة خطوة تانية شكل رباعي زاوية هاي اللي انا عايز اثبتها دي اذا 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 ا ابنها من المتوازن. والذات المتقبل المتساويين. وزاوة هي الخارجة عن الشكل الرباعي برضو بتساوي به. زي ما دال بتساوي به. وهي برضو بتساوي به. استنتج ان زاوة دال وهي متساوي. طالما المتساوي يبقى المثلث متساوي السقيق. طب تعاني اكتبها. اكتبتها سهلة. هتبدأ بقية معطا عندك. اما بالمتوازن اما بالشكل الرباعي دال. هنبدأ مسلا بمتوازن اضلاع. اللي هو الف بي جيم دال. استنتج منه ايه? هستنتج منه ان كل زاويتين متقابلتين متساويين. بي هتساوي دال. بما ان الف بي جيم دال. ده متوازي اضلاع. ده كان مدهولي في المعطيات. ازا قياس زاوية دال. هتساوي قياس زاوية بي. وده سميه رقم واحد. الخطوة التانية هشتغل في الشكل الرباعي. زاوية هي دي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي. هتساوي الزاوية الداخلة المقابلة للمجورة لها. يعني هتساوي زاوية بي. زاوية هي الخارجة هتساوي زاوية بي. بالخطوة التانية في الشكل الرباع بما عنا الف بي جيم هي ده شكل رباعي دائري. ما كانش متدهولي في المعطيات. بس انا شايفه داخل الدائرة بشكل رباع دي. استفيد من نوعين زاوية الخارجة بتساوي الداخلة. الخارجة هي اسمها جيم هاه دال. اذا قياس زاوية جيم هاه دال الخارجة بتساوي قياس زاوية ب. وده اسمها رقم اتنين. لاحظ كده زاوية دال ساوت ب. وزاوية هاه برضو ساوت ب. ابقى اكيد دال بتساوي هاه. اكيد دال وهي دور متساوية. اقول له من واحد واثنين ينتج ان ان قياس زاوية دال. اتساوي قياس زاوية هاه. اللي اسمها دال هاه جيم. طالما الزاوتين يساوي بعض يبقى المثلث متساوي السقيم. جيم دال هيساوي جيم هاه. اذا جيم دال هيساوي جيم هاه. وده المطلوب اللي كان عايز يسمي. اخر حاجة معنا هنا دي مسألة واجب. والمسألة دي هتلاقيها احلى مسألة في الحصة. هولك فكريتها على السريع وتحلها لفي التعليقات. وهمديك ديارتين ميم ونون متقاطعتين في الف وبي. وكمان مديك زاوية جيم بسبعة. المطلوب الاول عايز قياس زاوية واو. طب هنا درسنا على الشكل الرباعي الدائري. انا ما عنديش اشكال رباعية دائريه هنا. فممكن اعمل عمل. او لازم اعمل عمل. فين العمل اللي اعمله بحيس ان يعمل لي شكل رباعي دائري? هوصل الف بب. لما وصلنا الف بب. كدة عندك شكلية رباعيين. الشكل الاول اللي هو الف ب جيم ده ده شكل رباعي دائري الوحدي. والشكل التاني اللي هو الف وأوهي برضو شكل رباعي الوحدي. فاحنا هنشتغل على كل شكل الوحدي. هنبدأ بالشكل الاول عشان هو اللي فيه الزاوة عندنا. زاوية جيم بسبعين. اقدر اجيب الزاوة مقابلة لي. جيم بسبعين تراحه من 180 ب110. زاوة الى 110. نشتغل على الشكل التاني. زاوة ال儿 اللي جبناها دي زاوية خارجة عن الشكل التاني. زاوية خارجة بتسوي الزاوية الدخلة. المقابلة للمجاورة لا. الف اللي جاره على طول الف. انشو كصوات زاوية الف هتلاقي زاوية واو. الخارجة 110 يبادت دخلها برضه 110. بزاوية واو ب110. ده الامطلوب الاول. المطلوب التاني يعتبر جبنان. عايز يثبت ان هي هواو. يوازي ده الجين. عشان تثبت التوازي لازم تجيب زوتين عاملين تبادل او تناظر او تداول. لاحظ هنا انت عندك تداخل. عندك حرف يو كبير. تداخل لازم الزوتين يطلعوا مئة وتمانين. فين هما? لهم زوت واو وزوت جين. وهم فعلا مئة وتمانين. لو جمعت مئة وعشرة زات سبعين سوما وتمانين. وهما في وضع تداخل. اذا هواو يوازي ده الجين. كناش هنعرف نحلها غير بالعمل. العمل الرسميناه عمل لك شكلين رباعي. واكيد تشتهر في كل شكل الوحدي. لو عرفتها كالعادة حلها في التحليقات. بالمناسبة متعة الهندسة هتبدأ من الحصة دي. لو انت شاف ان الحصة دي ممتعة زي اكتب لي في التحليقات. حصة جا ناخد اخر جزء في الشكل الرباع الدائري حالات الشكل الرباعي الدائري. اشوفكم هناك ان شاء الله.